السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة نبدون مقدمات بس في مقدمة صغيرة هامة قبل أيام تواصلت معي إحدى المشتركات من مصر الحبيبة بصوت في حيرة وقلق تواصلت تعبر واتس أب في قناتي بعد اشتراكها ثم انضمام هذه القناة واختيار استشارات طبعا من مصر الحبيبة لوحدها معي في قناتي 230 ألف مشترك ومشتركة من أصل مليون و38 ألف مشترك وحتكلم في فيديو قادم عن أسئلة مشتركين من بلدين أحبهما جدا الجزائر والمغرب وكل المحبة والاحترام لكل المشتركين من كل دول العالم أعود لي سؤال المشتركة من مصر قالت دكتور نوار أنا شعري من قدام بقى خفيف أوي كل يوم بشوف الفراغ بيزيد ومش عارفة أرجعه زي مكان كانت كلماتها صادقة تحمل وجعا تعرفه كل امرأة حين ترى تاجها يبهد أمام المرأة توقفت قليلا وسألت نفسي كم امرأة تعيش القصة نفسها بصمت وكم رجل يمرر يده على مقدمة رأسه كل صباح فيشعر أن الأصابع تلامس الجلد أكثر من الشعر من هنا بدأت الحكاية رحلة البحث عن الأسباب الدقيقة لتصاقط الشعر من مقدمة الرأس ولماذا يبدو هذا الجزء تحديدا الأكثر حساسية ثم كيف يمكننا فعلا استعادة ما فقدناه من جديد سأتحدث عن الأسباب يجب أن نفهم الأسباب جيدا وبعدها أتحدث عن العلاجات وآخر ما توصل إليه العلم بالنسبة للعلاج إذن سأبدأ بالأسباب أول سبب الصلاع الوراثي هو العدو الأول للشعر الأمامي عند الرجال ترتفع حساسية البصيلات لهرمون DHT ديهايدروستوستيرون فينكمش جذر الشعر تدريجيا حتى يتوقف عن إنتاج شعر جديد أما عند النساء فالنمط مختلف قليلا يبدأ من منتصف الرأس ويمتد للأمام مع بقاء خط الجبهة غالبا ثابت لكن يترقق بهدوء مع السنوات السبب الثاني الاختلالات الهرمونية الغدة الدرقية البرولاكتين الاستروجين التستستيرون أي اضطراب في هذا التوازن يترجم مباشرة إلى ضعف في بصيلات الشعر وعند النساء بعد انقطاع الطنف ينخفض الاستروجين بشكل حاد فتقصر دورة حياة الشعر وتبدأ رحلة التراجع في المنطقة الأمامية من الرأس تحديدا سبب ثالث هو الشد الميكانيكي وتسريحات الشعر مثل تسريحة ذيل الحصان المجدود والضفائر والتمليس المتكرر كلها عوامل تسبب ما يعرف بثعلبة الشد وهي تبدأ من مقدمة الرأس وكأن الشعر ينسحب بهدوء إلى الوراء سبب رابع نقص العناصر الغذائية البيوتين فيتاميندال الحديد الزينك والأحماض الأمينية الكبريتية كل هؤلاء هم بناءون حقيقيون لخيوط الشعر وللشعر في مقدمة الرأس والشعر بشكل عام وعندما يقل أحدهم تضعف الوصيلة تماما كما تذبل الشجرة حين تحرم من الماء النساء اللواتي يعانين من نقص الفريتين أو مخازن الحديد أقل من 30 هم أكثر عرضة لتساقط واضح في مقدمة الرأس سبب خامس التوتر والإجهاد والحميات القاسية حين يرهق الجسد يرسل الشعر إشارات استغاثة صامتة وفي بعض الحالات يدخل عدد كبير من الشعرات مرحلة السقوط معا فيتراجع الخط الأمامي بشكل مفاجئ سبب سادس هو الأمراض الجلدية الموضعية أخطرها ما يعرف بالثعلبة الأمامية الليفية وهي التهاب مزمن يصيب بشكل خاص النساء بعد عمر 50 سنة ويؤدي إلى تراجع دائم في خط الشعر الأمامي مع التقدم في العمر تنخفض مستويات الاستروجين عند النساء وتقل التروية الدموية لفروة الرأس ويزداد الإجهاد التأكسدي الذي يهاجم حلايا البصيلة بصيلة الشعر كل هذا يجعل الشعر أضعف وأنحف وأقصر عمرا حتى الأدوية المرافقة بعد انقطاع الطمث مثل هرمونات الطعويد ومدرات البول قد تسرع من هذا التساقط إن لم تضبط بشكل جيد الشعر مرآة الداخل العلاج يبدأ من العمق لا يمكن علاج تساقط الشعر من الخارج فقط فالمينوكسديل والكريمات وحدها لا تكفي إذا كان الداخل مضطربا إذن بالنسبة للعلاج أولا العلاج الدوائي حبوب فموية فيناستيرايد 1 ميلي جرام يوميا لمدة لا تقل عن 6 أشهر إلى 12 شهر للرجال فقط دوتاستيرايد نصف ميلي جرام يوميا 6 إلى 11 شهر يستخدم بحذر عند النساء سبيرونولاكتون 25 إلى 100 ميلي جرام للنساء فقط لمدة 6 أشهر على الأقل أورال مينوكسديل أو مينوكسديل فموي 0.25 إلى 1 ميلي جرام موسع أوعي يحفز تغذية البصيلات يوميا لمدة 6 إلى 9 أشهر تحت إشراف طبي بعد الحبوب الفموية سأتحدث عن الكريمات والمحاليل الموضعية مينوكسديل 2 إلى 5% مرتين يوميا على فروة نظيفة وإجافة دون شطف فوري 6 إلى 12 شهر فيناستيرايد 0.25% زائد مينوكسديل 5% مرة مساء على المناطق الأمامية 6 أشهر على الأقل دوتاستيرايد 0.1% توبيكل مرة يوميا 6 إلى 12 شهر كافئين لوشن 0.2 إلى 0.5% مرتين يوميا يحفز الخلايا الجذرية 3 إلى 6 أشهر طبعا في ملاحظة مهمة لا تتوقف عن العلاج فجأة فالشعر يعود للتساقط خلال 3 إلى 6 أشهر الصبر هنا ليس خيار إنما شرط أساسي للنجاح الآن سأتحدث عن المكملات الغذائية الداعمة لبصيلات الشعر وعلاج تساقط الشعر في المنطقة الأمامية بيوتين 2.5 إلى 5 ميلي جرام يحفز الكيراتين ويقوي الشعر الزينك والحديد وفايتامين سي يدعم نمو الخلايا وتقليل الأكسدة فيتامين دال 3.2000 إلى 5.000 وحدة دولية ينشط الجينات المسؤولة عن نمو بصيلات الشعر أوميغا 3 يحسن التروية الدموية ويقلل الالتهاب سو بالميتو 320 ميلي جرام مضاد طبيعي لهرمون DHT كولاجين زائد فيتامين سي يدعم مرونة الجلد وقوة جذر الشعر وصلنا الآن إلى النظام الغذائي ونمط الحياة وهو أهم جدا في العلاج البروتينات عالية الجودة من البيض والسماك والبقول الحديد والزينك من الكبدة والسبانخ والمكسرات مضادات الأكسدة من الخضار الورقية وزيت الزيتون الأخضر وأيضا شرب الماء بشكل جيد ونوم كافي 7 إلى 8 ساعات وتقليل التوتر تدليك فروة الرأس يوميا لتنشيط الدورة الدموية وصلت الآن إلى العلاجات الحديثة والمتقدمة فالعلم لا يتوقف عند الأدوية فقط بل يدخل اليوم إلى عمق البصيلة بصيلة الشعر نفسها بوسائل بيولوجية دقيقة أولا لبلازمة الغنية بالصفائح PRP حق من دم المريض نفسه تحتوي على عوامل نمو قوية تنشط الخلايا الجذرية جلسة كل 3 إلى 4 أسابيع أربع جلسات ثم جلسة تعزيز كل 6 أشهر مايكرو نيدلينغ ثيرابي إبر دقيقة تحفز تجدد الأنسجة وتزيد امتصاص المينوكسيديل والبيبيدات نتائج ملموسة نراها خلال 12 أسبوع جروث فاكتورز وبيبتايد سيرومز مزيج من بروتينات النمو يعيد النشاط الحيوي للبصيلات Low Level Laser Therapy أطوال موجية محددة تنشط الميتوكوندرية في البصيلات وتحفز النمو الخلايا الجذعية البصيلية إكزو سوميس أحدث ما توصل إليه الطب التجديدي نواقل نانونية من الخلايا الجذعية تحفز نمو الشعر في المناطق الأمامية نتائجها واعدة جدا في دراسات السريرية الحديثة لعام 2024 و2025 إذن أستطيع أن أقول أن تساقط الشعر الأمامي هو رسالة من الجسد تطلب مننا الإصلاح والتوازن حين نغذي الجسد بشكل جيد ونعالج الهرمونات ونهتم بفروة الرأس كما نهتم بالقلب سيعود الشعر كما كان رمز للصحة والنشاط والجمال والطبيعي المتناغم مع كل الجسد أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم الفائد لكم جميعا وأرجو من كل من يحبني ويتابعني أن يدعو لروح أمي الحبيب الغالي أم نوار بالرحمة والمغفرة ولأبي الحبيب الغالي أبو نوار الدكتور محمود علي بالصحة والعمر المليد شكرا لفريق الإعداد في قناتي وأخص بالشكر زوجتي الفاضلة الدكتور أكابر خضور علي استشارية بالأمراض الباطنة والغدد والسكري والتي نعمل سويا كأطباء في صناعة محتوى قناتي معتمدين على دراستنا وبحثنا المستمر اكتبوا بالتعليقات الاسم وفي أي بلد تقيمون دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات وشاركوا الفيديو لتعم الفائد والخير عائلتي الجميلة على الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته